اشهد صاحب السمو الملكية الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس مجلس الوزراء بالتطور النوعي للدروع الملكية ودورها المشرف في الحفاظ على سيادة الوطن ومنجزاته الحضارية على مدار نصف قرن مع اسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين التي تشهد خطوات التحديث والتطوير المستمر ضمن استراتيجيتها التي ارساها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله اليوم بقصر رفع اللواء الركن راشد عبدالله النعيم قائد الدروع الملكية حيث تشرف بإهداء سموه هدية تذكارية بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الدروع الملكية وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لكافة منتسب الدروع الملكية وإلى الرعيل الأول المؤسس كما أشد سموه بكفاءة وفعالية ومستوى الجاهزية الرفيع الذي وصل إليه منتسبوها متمنيا لهم ولجميع منتسب قوة الدفاع التطور والنماء بما يسهم في الحفاظ على مقدرات الوطن وتعزيز أمنه واستقراره